تفاصيل وسبب طلاق حاتم عمور وزوجته هينتزي أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط على متعجاب للفيديو تفاصيل طلاق حاتم عمور وزوجته هينتزي انتشرت كثير من المنشورات والتغريدات التي تتعلق بخبر طلاق الكوبل المغربي حاتم عمور ومديرة أعماله وزوجته وأم أبنائه هينتزي وهو الذي أكده ظهور آخرة وحدة في حفل عيد ميلاد ابنتها من دون ظهور زوجها حاتم عمور ونوضح الحقيقة في هذا الفيديو حول تفاصيل طلاق حاتم عمور من زوجته ومديرة أعماله هينتزي وأهم المعلومات المتعلقة بهم والخلافات دائرة منذ أشهر والتي تشغل الرأي العام حصل الكثير من الخلافات بين الطرفين خلال الأشهر آخرة وكنا نشاهد إلغاء هينتزي متابعة حساب الانستغرام لحاتم عمور ولكن الأسابيع آخرة حملت طابع خاص مفاده أن العلاقة وصلت إلى الطلاق بعد أن شاركت هينتزي عيد ميلاد ابنتها من دون والدها حاتم عمور ليؤكدوا الأخبار منتشرة حول وقوع الطلاق والتي لم يتطرق لها أي من الطرفين إلى الوقت الحالي فيما كتبت صفحة على انستغرام متابعة أخبار فنانين موسم طلاق ومهم داروا ذكش اتفاقي وحاتم خلالي هي ولادها الفيلا لفدار بو عزة واتفقوا قسم التروة والممتلكات ديالهم بالنص وذلك الشداز حبي بالاتفاق لود ولادهم ولم يذكر أحد من الطرفين معلومات عن الطلاق وفضلوا التجاهل حول الموضوع ويركز الفنان حاتم عمور على حفلاته في هذه الفترة متجاهلا ما يقال عبر منصات تواصل اجتماعي ترجمة نانسي قنقر